معالي الوزير تتحدثون عن اتصالات وجهود دبلوماسية تجريها القاهرة لدر العدوان عن الفلسطينيين في قطاع غزة هل لديكم اتصالات مع طرفي الصراع الحالي يعني مع حماس مع إسرائيل على قدم المساواة مصر تبزل جهودها في إطار اتصالاتها مع كافة الأطراف سواء كانت الإقليمية طرفي الصراع الدولية وتبزل جهد لتحقيق الاستقرار لنزع فتيل الأزمة وحماية مصالح الشعب الفلسطيني وسوف تستمر نظرا للاقتناع الراسخ بأنه انهاء الصراع وتوصل إلى حله هو في مصلحة الاستقرار الإقليمي ومصلحة المباشرة لمصر حتى تنعم المنطقة بالسلام وتجعل من التعاون ما يعزز من جهود التنموية والوفاء بمصالح الشعوب المنطقة نقطة أخيرة ما يتعلق بطلب إسرائيل من حماس الإفراج عن المحتجزين لديها هل مصر ستلعب دورا في هذا الخصوص دور الوسيط بين حماس وإسرائيل بحكم وجود اتصالات وقنوات اتصال لمصر لكافة الأطراف بقدر المستطاع وإذا ما كان هناك تواصل متاح وطبعا في زل الأزمة وفي زل ظروف الاقتتال ربما هذه الاتصالات ليست بالوتيرة التي تأتي بنتائج ولكن دائما الفرص متاحة والمسعى المصري دائم في احتواء الأزمات والعودة إلى التهدئة ومرعاة المصالح الشعب الفلسطيني والاستقرار بالمنطقة السيد سامح شكري وزير الخارجية المصري شكرا جزيلا تحدثتم إلى الغد شكرا جزيلا